اه يا ليلة وصلت على نبي اه يا ليلة وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي بسم الله على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين بخير لابس عليكم انتمنى تكونوا بيخير وعلى خير ان شاء الله لابا غا نبدو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد اليوم سوف نصيب معكم هات الطباق هذه الحوتة في الفران سوف تجريز وينة ووعرة والديدة سوف نجربوها ربما سوف تندمو اردو عليها في العلق ديالكم انا دا بدرتها بالفلفل ونطيشة اردو الحامض وشوية ديالزيتون تقدروا تديروا اي خدرة عندكم وغير جربوها ربما غا ديش ندمو شوفوا غير ما نقدر تباك الله شحزوين كيش هي وكنتمنى تعجبكم وتكفر تجيولي الفيديو مع الاستيقاء والاحباب فاضلا وليس امران وشكرا لكم بززل دا بغا ندوز المقادر عندي هنا واحد الحوتة كبيرة هاد الحوتة كيقولوا لي هسهر قالة شفتو تبارك الله شحزوينة والحم ديالها رانقيتها مزيان وصلتها بسم الله وعندي هنا لبصلة اربع مقطع زيت زيتون قدروا تديروا زيت المائدة وفي العطرية عندي هنا الكامون الفلاح مراس كنجبير الخرقوم البلدي والبزار والتومة وعندي الحامض عندي هنا حامضة عصرتها بسم الله غنجيب واحد لقينا فاش ندير هاد شرمولة قدروا تديروا الهريسة بسم الله غنجيب مع هاد العطرية كولها هنا وغنجيب عصيرة الحامض الحامض راكي يجي معاه الحوت وكيف تلحم ديالو عندي حامضة كبيرة عصرتها وغنحك هاد الضريسة تعتومة ونجيب واحد الحكاكة او ما حكيتهم وغنخلط هاد شرمولة بيدي غنزيد عليها زيت الزيتون قدروا تديروا اي زيت عندكم مراكة جيل ديدا وزوينة هاد الحوتة را هادي تصايبوها وتقدموها لديها فكم ولا ولداتكم هنخلط هاد شرمولة مزيان نحيذها دربيع وماطيشة باش نشرمل هاد الحوتة ها هي شرمولة بسم الله غنقطعها بالموس باش دخل فيها شرمولة ديالنا هاكا تعطي واحد الماضاق لديد بسم الله اللقاء وغنقطعوش جيلة بخرة نفلحوها بحلاكة وغنجيب ده بهاد شرمولة باش نشرملها بسم الله نشرملها مزيان نسيت الملحة ما درتهاش سمحوا لي وخال الحطرة ما كيحتاجش الملحة بزف وخالغي شوية غرا كيجي لديد وغندخل وشرمولة في هاد الفليحات ونقلب هاد الجيهة الخرا هاد الفليحات كل هم ندخلو فيهم شرمولة نقدر نشرملوها واحد ساعة عاد نطيبوها الحطرة مزيان نصحوا مزيان الكوليستيرول قمتلوها في الأقل ناكلو هجوج مرات في الصمانة وخغير السردين مثل تابوها كايجيزوين القيام بينام امضل خصوص حتى نضيف الوزن امضل اضيفة الازبدة اضيفة ونضيفة البصلة نضيفة البصلة نضيف شرمولة تقدروا ان تكتروا البصلة اللي عزيزة عليها البصلة يكتر البصلة راكا تجي ديدة ومعسلة وتقطعوا هادوا ورقبار راكا تجي واعرة بسم الله نضيف الفلفلة تهية في شرمولة ونستفها بحلاكة لتحت أولا الفوق ديال الحوتة بحال بحال عادي انا دا ببغيت هتلق غير ماداق ديالها في الحوت ودير لي ناديك البنة ديال الخضيرة قدروا تديرو خيزو بطاطا اللي عندكم واللي كيعجبكم كل واحد ودوق دياله بحلاكة لتجي داف شوية انا دياله يلقص منها على جوج ونديروها فشوية راكا تجي وارا وديدا هاد الحوت راكا يجيتها في شوية وفي القطبان وفي كل شيء واضح أضع فوق أضع الأضفاء لا تكون كما تبقى العطرية كما نقوم بالبقي كما يقوم بالبقي أرغب الحوت سوف نستفعلها الخضيرة من الفوق سوف نضع الضوار طعم مطيشة سوف تستطيع اي حضراء عندكم سوف نجربوها بحلقة اكتر الحوط سوف نضع زيتون والفلفل سوف نضع المسكين سوف يرحل دزوين في الحوت سيأتي مع الحلو الملح إذا أدرته ملح سيأتي زوين وإذا أدرته حلو سيأتي زوين سيأتي بالزيتون والفلفلة والماطيشة ويأتي بزبيب والبصلة سيأتي بوعر وهكا بماطيشة والبصلة ومزيودات نجيب المزيودات باش نزيدهم على الحوت بسم الله هنستفهم بحلاكة ويأتي للمنيدار كما سيأتي القادمة و ينبغى الحار الساعة لأطابة الحوت يأتي الحاكة و هذا سيأتي الحر إذا أضعته بشكل سوطة نجاح انضاء حلو ملح لا يمكنه أن يجيب الحلو الملح و سنستداد العليون و سنجمع في الملح ما طالب أتخذ و سنجمع ونجمع الراس الاخر بحلاكة ونصد مزيان ونزيد واحد بابي اليمينيوم من الفوق باش يحبس لنا ذاك البخار ما يخرش تبلينا الحوتة ضغية وغنجمعها من التحت بحلاكة وهاي من بعد ما جمعت هذا بغنطخلها الفران ومن اللي الطيب هيا الحوتة ديالي من بعد ما طابت هيا كيجات طبارك الله راه طابت والتعسلات شوفوا طبارك الله لما نايدرش حال زوين وهاي الحوتة ديالي من بعد ما صيبتها في هاد لقلة درت لي هاس زيتون زيتون كحيل وزيتون خضر والفلف لخضر ممكن تتمنى يجبكم ديروا لي اجيام تشاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يصلكم الجديد ديالي فضلا وليس امران وشكرا لكم بزاف بزاف الناس الجداد اللي دخلوا عندي مرحبا بكم مرحبا والناس القدام دارداركم والعليح تكم عليا وخليتكم في امن الله الى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي